كان فيه النهاردة برضو وصول لافت جدا لسفينة مصرية وصلت لميناء اللذقية السوري على متن السفينة دي فيه ألف طن من المساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال حضرتكم أكيد تبعتوا على مدار الأسابيع اللي فاتت حالة المأساة الإنسانية الكبيرة للزلزال اللي حاصل فيه سوريا وتركيا ولتخطى أعداد الضحايا فيه بكل أسف وبكل ألم في الدولتين أكثر من خمسين ألف شخص وإصابات كثيرة جدا وحالة من حالات الفزع النهاردة مصر بتقف جنب إخوتها بتقف جنب الدول الشقيقة ليها بتقف جنب الدول العربية بتقف جنب الجميع الحقيقة مش عايزة أقول دول شقيقة أو دول عربية فقط ده موقف إنساني في المطلق مراعاة المأساة الإنسانية في المطلق بغض النظر عن أي مواقف سياسية بغض النظر عن بلد قريبة مننا أو لا دايما لنا الموقف ده إنه كله بيتحط على جنب وقتا ما يكون فيه أزمة المعدن المصري الأصيل بيبان وبيظهر أعايز أقول لحضراتكم إن السفينة دي كان فيها مساعدات إغاثية وإنسانية ودي كمان شحنة التالتة من المساعدات دي وده مسألة مهمة جدا يعني لا نتدخر أي جهد في رسال المساعدات لكن السفينة دي أو الشحنة دي هي الأكبر من حيث الوزن ألف طن من المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية السفير محمود عمر القائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق وضح لنا بعض التفاصيل بخصوص السفينة وأكد كمان إنه الشعب المصري متضامن جدا ودي حالة بقى بين الهلنة من هناك من سوريا ومن دمشق حالة من حالات التضامن عفوا حالة من حالات التضامن الكبير مع أشقائنا في سوريا في مواجهة المحنة الإنسانية اللي خلفها الزلزال روابط تاريخية عريقة متجذرة بين الشعبين الشقيقين بنتمنى كل السلامة وبنتمنى طبعا انتهاء الكارثة دي يعني بأقل الخسائر والأضرار وبنتمنى الصبر لإخواتنا في سوريا وفي كل مكان وكل الشعوب في العالم اللي بتعاني هذه الأيام من مسألة الزلزال أو غيره